ارتفع عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي في عام 2022 ليبلغ 6.9 مليون مسافر بزيادة تقدر بنسبة 127.5% عن عام 2021 وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة نجاعة خطط حكومة مملكة البحرين التي وضعت مسبقا في الارتقاء بمنظومة النقل الجوي وتعزيز دور مطار مملكة البحرين على خارطة المطارات العالمية مؤشرات إيجابية وأرقام تؤكد السير في الطريق الصحيح تجاه تعزيز منظومة النقل الجوي في مملكة البحرين من خلال مطار البحرين الدولي إذ أعلنت اللجنة التنسيقية المعنية بشؤون المطار التابعة لشركة مطار البحرين جملة من الإنجازات التي تخص المطار باتجاهات إيجابية للسنة الحالية والسنوات المقبلة وفي هذا السياق ارتفع عدد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي في عام 2022 ليبلغ 6 ملايين وتسعمائة ألف مسافر بزيادة تقدر بنسبة 127.5% عن عام 2021 كما ارتفعت حركة الطائرات من 51 ألفا في عام 2021 لتصل إلى 82 ألفا في عام 2022 وهذا الارتفاع في الأرقام والنسب يشير إلى ما بذلته مملكة البحرين على مدار السنوات السابقة من افتتاح توسعة المطار وتعزيز موقع مملكة البحرين والمقاومات اللوجستية التي أسهمت بارتقاء مملكة البحرين وبعد جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها تأتي التوقعات الإيجابية مواكبة لتطلعات المنشودة على المستوى الاقتصادي ووفق خطط حكومة مملكة البحرين التي وضعت مسبقا فهذه الأرقام التي تثبت زيادة أعداد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي يرافقها انتعاش في حركة السياحة داخل مملكة البحرين كنتيجة حتمية بالإضافة إلى تعزيز حركة الشحن الجوي وانتعاشها ويعتبر مطار البحرين أحد المطارات الحاصلة على العديد من الجوائز والمحققة للعديد من الإنجازات ومنها تحقيق تصنيف خمس نجوم من سكايتراكس للعام الثاني على التوالي بالإضافة إلى قطع شوط جديد في اتجاه تحويل المطار إلى منشأة حيادية الكربون بعد أن وصل إلى المستوى الرابع في برنامج اعتماد خفض الانبعاثات الكربونية التابع للمجلس الدولي للمطارات ترجمة نانسي قنقر